هل قلت اي حد فاهم اساسيات الالكترونيكس وقلت له ايه هي وظيفة الترياك في دواية الطيارة المستمر هقول لك ان الترياك ده لو وصل له جهد على البوابة بتاعته هيشغل الليد اللي معاه ولو شلت الجهد من على البوابة بتاعته هيفضل مشغل الليد وبالمثل الترياك الثاني لو احنا عملنا نفس الحركة اهو احنا كده ضغطنا اشتغل ضغطنا فضل شغال انا عايز بقى حد في التعليقات يكون متمكن او من الالكترونيكس يفسرلي اللي هيحصل دلوقتي لو جبنا مكسف وحطينا الطرف الاولاني بتاعه مع كاسود الليد الاولى والطرف التاني مع كاسود الليد التانية لاحظت ان في واحدة فيهم فصلت طب لو انا جيت بقى جبت السويتش واكبرت الترياك الاولاني اللي هو يشتغل شوف ايه اللي هيحصل الاولاني يشتغل التاني فصل طب لو نقلت السويتش ليه الجيت التانية واكبرت الترياك التاني ان هو برضو اللي يشتغل شوف ايه اللي ممكن يحصل التاني اشتغل الاولاني فصل عايز بقى حد يفصر لي ده حصل ازاي